داب احنا يا هادا وهبي. واش كن بنعلي احنا حيوانات. اي حاجة شرعات فرنسا كتطبق النسخة ديالها في المغرب. الناس اللي كذقولوا غد انهزوا لذاتنا ونمشيوا بهم من اوروبا للبلدان ديالنا الاصلية لانها بلدان مسلمة وغد ان يكبروا في بيء اساليما حسن من الدول الاوروبية لانهم ماسيحيين لانهم كادا لانهم كيدرسوهم لانهم كيقرهم وهكذا امور. نغيكم تكملوا معي هاد الميديو حتى للاخر. باش تحاولوا تعطيونا الرأي ديالكم فاتش اللي غدين هذروا عليه. ولكن قبل ما ندخلوه في القاسح عير باش نذكر الاخوات الاخوات اللي كتبعوا هاد القناة المتواضعة كنا هذرنا في واحد الموضوع بالمناسبة ديال البيعتة الفرنسية في المغرب. على شيء اباء مغاربة اللي كيقرر ولدان تمايا وهاد المدرسات دي واللي هاد البيعتها كتقرر شيء إضافية يعني خاصة للغة العربية. ونادوا أباء مغاربة كيقرروا لدمتمة وداروا الطعم. بشاو القضاء الفرنسي بشاو الفرنسا ودعاوا وقدموا شكوة امايا باش هادوك الاسواع ديال العربية ما عدنا منذروا بهم. سمعوا هاد الفيديو هذا لا العبرة كيباش الناس كتدافع على اللغة ديالها بسنان ديالها. عاد ندخلوه في القاسح اللي على اللغة ديالها ، اتمنى مغاربة كاميري. ولا حدث لا حدث لا. لا لا. لا تتحدث هناك في القاسح. هذا هو مجمونا يقولونك في القاسح. هناك هناك في القاسح. هناك هناك في القاسح. وسوف تولنا. وشكوة ليس بمونة. هذا ممونات لديك في القاسح. y me hablas español aquí y no te hagas la cómica no lo hagas ¿de dónde tú eres? ¿de dónde eres? háblame español me hablas español escúchame si no hablas español te vas así que hablas español o te vas ¿me estás entendiendo? y no estoy jugando contigo a mí no me vas a hacer reto no me vas a hacer reto no me interesa tus retos cochinos estúpidos idiota tú sabes, el que habla dos idiomas se llama bilingüe el que habla tres le dicen trilingüe tú sabes el que habla uno, como le dicen ¿sabes? americano tú no eres americana, tú eres colombiana tú eres colombiana y lo que te corre en esa sangre es Colombia así que no te equivoques y esto es un programa en español si no hablas español en la próxima palabra te largas ¿me entendiste? si no hablas español te largas sí señora ¡qué bueno! si no entes les damas'll ¿cuáles no entes existen la книja o el corazón y el corazón y a la cintura sobre la cintura la cintura que tiene la cintura de la cintura de la cintura es de la cintura ves con ellos ve esas personas que le byc espanях espanoha espanoha قد نقسم معكم كين الجاردة الهيس بريس ماشي شي الجاردة اوروبية اللي كتتكلم على فضيحة ديال تلقين التلاميذ دروس في المدرسة التابعة ديال البعثة الفرنسية بمدينة القنيطرة معلومات عن المثلية الجنسية والميول الشادة ونشر افكار مهينة لشخصيات ورموز الاسلام مليم يكونوش عندك ناس لمسيري البلاد اللي في الحكومة الناس المسؤولين كيدافعوا لهذا الامور على القيم ديال الدين وديال الاسلام وعلى اللغة على الهوية اللغة اللي هي الكنز ديالنا فمكنسيبوا بعتها فرنسية اللي كتدير في الوليدات ديال المغاربة بطابعة هذا هم اللي بغو يمشيوا 고양ي بله بغو يمشيوا لان الناس ديالة اللي كي يمشيوا يقراروا لأولادة امتمراء معارفين لانك لقرارت ولادك في البيتة الفرنسية فأكيد أن الولد ديالك غد يقرأ وغد يمشي بعيد وغد يكون عنده منصب في الدولة بكل يعني تأكيد المهم هنا الأباء نادوا ولا الوليدات ديالهم ولا يعني كيجيوا كيساولوا الوليدين ديالهم على شيء أمور اللي كتدرس لهم تماما اللي ما فهموهاش الأباء ديالهم يعني فطنوا وداروا واحد المحامي اللي اسمه عبد الرحيم الجامعي واللي كيطال على هاد المسألة هذي اللي بغي يدافع على الأولياء ديال هاد الأطفال اللي هما كيما قلنا من شهر دجامبر الماضي كان بدأ مع التنميد كيما قلنا يسائلون الأولياء ديالهم عن معاني بعض الأمور لكي يعلموا هلهم تماما في المدرسة من طرف واحد الأستاذة وهذا نادوا بش يديروا بها شكوة ولكن شكو اللي غادي يحكم في هاد الأستاذة اللي تابع للبيعة الفرنسية مثلا شكونا كيما قلنا لأن هاد الوليد ديالهم يسوروا على شيء مصطلحات اللي جاتهم غريبة الأباء ديالهم كشفوا أن الأمر يتعلق بتلقين معلومات عن المثلية والميول الجنسية الشادة وكادة بأفكار مهينة كما قلنا لشخصيات ورموز إسلامية يعني الهدف ديالهم هاد الناس هو يعني تهديم القيم الدينية وتهديم اللغة العربية اللي مع أمرها تطلع خاص دائما اللغة الفرنسية تبقى يعني مجدرة وتبقى تقرر لدية المغاربة بطبيعة ديالحال الناس اللي بغان يتابعوا الفرنسة وحير بالمناسبة باش تعرفوا حد المعلومة أنا ما غديش نقرأ لكم هات الخبر هذا كامل غدي نخليه لكم باش تقرأوا بالمناسبة باش تعرفوا حد المعلومة أن في المغرب البيعتة الفرنسية كينات قريبا أكبر بيعتة في العالم كينات في المغرب الفرنسية وش حالك يتخرج منها من طالب سنويا أربعين ألف أربعين ألف طالب سنويا كيتخرج من هاد المدرسة ولا من هاد البيعتة الفغانسية كيفاش بغيتونا نتحرم اللغة الفرنسية كيفاش ولا يستحيل وده بسمو معي هاد الفيديو ديال بن كيران هو سيوهبي واشنف هاد ظروف انت ما بل علاقات من الرضائية واشنف الرضائية واشنف الرضائية اشنو عليش كتقل لا لا اسمع اسمع اسمعتو الاخور شنو اللي يقلي اللهم العلاقات الرضائية ولا لا بلاج يعني سكت ولا غادين اش بدلكم السر ديال لكم دهنا بانكم كتدعوا انكم حيث باني اسلامي وكذا كانت وقعت واحد القادية في واحد لا بلاج وواحد يعني في البلايا ديال واحد من هاد الناس تهم اللي كيتبع اللي تهوى تابع لهاد الحيث بديال بن كيران اللي كشدوهم عاشي وحده في الطنوبيل وكذا وهذا الى اخره باش تعرفوا ان الوامر كتجي مباركة تطاهم باش يطبقوها يعني على ارض الواقع للمغاربة العلاقات الرضائية دب احنا يا هدى وهبي واش كان بنعلي احنا حيوانات علاش لانك يقول لك اودي الله العلاقات الرضائية مدم ان الناس غاي دخلو غاي تسترو ميديروش دكشيف الشارع فينش تنتشي ناس قاع اللي هما قاع علمانيين ولا اوربيين ولا ماسيحيين ولا يهوديين كيديرو دكشيف الشارع اللي لا بغينا نكون احنا حيوانات باش تقولنا هاد الهضرة هدي مثلا فرا طبيعي علاقات رضائية ولا غير رضائية الناس راح تستاتر تخزن وقد دير الهم ديالها يعني وبالتالي هاد الكلمة ديال مدام دكشي ما غاديش يدار في الشارع فما خاصوش يكون يعني محرم وهذا وهدي علاقات رضائية وهنا بغي يحلل الزينة على العيالات اللي مزوجين وعلى الرجال اللي مزوجين يعني اللي عجباتوش وحده واتها هي عجبات يعني يطلع اسقوا بيناتهم وخيكونوا مزوجين ما كان ليه تدخل اي حاجة تشرعات فرنسا كتطبق النسخة ديالها في المغرب المهم الاخوان باش ما نطولش انا بزاف الفيديو ويكون ممل نخليه وحتل هنا يا ما تنساوناش من الاعجاب البصايمات ديالكم بارك الله وفيكم ما خسرته تشي حاجة وبرتاجهم على الفيديو الى قضيته قدر المستطاع بارك الله وفيكم مهم حتى نتلقوا ان شاء الله في الموضوع الماجي نهاركم بروك السلام عليكم